هنأ قدسة البابا تودروس أثاني بابا الإسكندرية بطريارك الكرازة المرقصية الرئيس عبدالفتح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بالذكرة الحادية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد جاء ذلك في بيان صدر عن الكنيسة القبطية الأرسوزوكسية هنأ خلاله قدسة البابا القوات المسلحة الباسلة وجموع الشعب المصري العظيم بذكرى نصر أكتوبر وأكد البيان أن الانتصار الذي حققه الجيش المصري في أكتوبر عام 1973 يعد صفحة مضيئة تجلت فيها إرادة وعزيمة المصريين وقدرتهم على مواجهة التحديات وتجاوز المعوقات والمصاعب